المحطة الجديدة لنقل المسافرين التي فتحت أبوابها منذ مايه 2013 وتسيرها مؤسسة تسير واستغلال المحطات البرية سوغرال وهي منشأة ضخمة وعصرية صرف عليها الملايير لكن في الأشهر الأخيرة تعيش هذه المحطة أوضاعا خطرة يراها الجميع بسبب عودة أصحاب سيارات الأجرى إلى المحطة القادمة ما جعل المحطة الجديدة شبه فارغة تقريبا المحلات التجارية والمقاهي أغلقت والخدمات نقصت والثلاثين عاملا من بين خمسة وستين لم تجدد المحطة عقودهم بسبب نقص الموارد المالية والقادم مخيفة انتقلنا إلى المحطة القديمة لنعرف سبب عودة أصحاب سيارات الأجرة إليها برغم نقص الخدمات بها وفقرها من التهيئة من كل هذا وذاك ينتظر الجميع قرار والي الولاية حول الموضوع والبت فيه نهائيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر